بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب والطالبات مجددا في مقرر العلوم الإدارية 2 علم الإغتصال كما ذكرنا في درس السابق سنراجع مقرر علوم إدارية 1 بعد ذلك بعد انتهاءنا من مراجعته بإذن الله سنبدأ في مقررنا مبادئ الإغتصال دعونا نكمل مراجعة علوم إدارية 1 ذكرنا لكم أن الكتاب يتحكوى من سبع وحدات هذه الوحدات وأمس بدأنا في الوحدة الأولى والوحدة الثانية اليوم سننطلق في الوحدة الثالثة وهي التنظيم في هذه الوحدة كان لدينا عدة هداف أولا أن تعرف التنظيم عزيزي الطالب وأن تفرق بين أنواع التنظيم هناك أنواع من التنظيم لا أريد أن تفرق بينها كذلك تشرح مبادئ التنظيم توضح خصائص التنظيم الجيد وتصف الهيكل التنظيمي وتصمم هيكل تنظيمي وأيضا وتعدد مكونات الدليل التنظيمي بالنسبة للتنظيم تعدد التعريفات علماء التنظيم والإدارة إليه وبالتالي لدينا العديم التعريفات أول أولى هذه التعريفات هي عملية تنسيق الجهود البشرية في أي منظمة حتى تتمكن من تحقيق أهدافها بأقل تكاليف ومجهود ووقت وبأقصى كفاية إنتاجية وممكنة كما ذكرنا التنظيم يعتبر من عناصر العملية الإدارية فمسؤولية التنظيم هي التنسيق الجهود لدينا العديد منظفين لكي لا يكون هناك تعارض وتضارب في القرارات وتضارب في الأمور لذلك وظيفة التنظيم هو التنسيق بين الجهود العاملين للوصول إلى أفضل آداء وأقل تكلفة ممكنة كذلك التنظيم هو ترتيب الأعمال كيف نرتب هذه الأعمال والأنشطة في وحدات إدارية يسهل الإشراف عليها لكي يستطيع المشرفون ومراقبون الإشراف عليها أيضا التنظيم هو يحدد العلاقات الرسمية من المسؤول عن الموظف كيف يتواصل مع الموظف كيف يتواصل المسؤول مع الموظف وكيف يتواصل الموظف مع المسؤول كذلك هناك أشخاص يعينون في وظيفة الإشراف وظيفة المتابعة التنظيم هو من يقوم بذلك أيضا هي عملية ترتيب الجهود البشرية داخل المنظمة الإدارية وأيضا تصنيف المهام والوظائف ومن أجل تحقيق أفضل تنفيذ للأهداف وبأقل تكلفة ممكنة أيضا عرف بأن توزيع المسؤوليات والتنسيق بين كافة العاملين بشكل يضمن تحقيق أقصى درجة ممكنة من الكفاية من تحقيق الأهداف هناك مسؤوليات ستكون لكل شخص مسؤول عن مثلا مجال معين عن قطاع معين عن منتج معين وبالتالي التنظيم هو من يسند هذه المسؤوليات كذلك عرف التنظيم أنه عملية إدارية تهتم بتجميع المهام والأنشطة المراد القيام بها في وظائف أو أقسام وأيضا تحدد الصلاحيات والسلطات من هو الرئيس وكيف يتواصل مع المرؤوسين وكذلك تحديد الأقسام والأنشطة ومن أجل كل ذلك من أجل تحقيق الأهداف بأقل تكلفة وبالتأكيد لكي يتجاوزون أيضا المشكلات والخلافات التي قد تواجه بعض الأنشطة والأقسام أثناء العمل ما العمل قد نواجه صعوبات نواجه مخاطر مشاكل سوء فيهم وبالتالي في التنظيم هو من ينظم هذه الأعمال لكي نتلافى هذه المشاكل إن وجدت ذكرنا أن التنظيم له أهداف كما هو التخطيط له أهداف كما الإدارة له أهداف التنظيم أولى أهدافه وضع الإطار لتنفيذ الخطط والبرامج الموضوعية لتحقيق أهداف المنظمة المنظمة لا أهداف لذلك التنظيم مسؤول عن وضع الأطر لهذه البرامج كذلك تجميع الموارد كيف المقصود في الموارد سواء الموارد البشرية أو المادية لماذا؟ لكي نحقق الأهداف هي من تضع الشخص المناسب في المكان المناسب بعد أن تصنف الوظائف وتحدد مسؤوليات كل شخص يلتحق بهذه الوظيفة هي من تختار الأشخاص طبعا بالتنسيق مع الإدارات الأخرى كذلك وضع القواعد والإجراءات لتحويل الموارد متوفرة إلى إنتاج كيف نحول الموارد إلى إنتاج لكي يتم إنتاج منتجات وتحويلها منتجات نهائية كل ذلك يتم من غلال التنظيم والتنظيم مسؤول عن تنظيم جميع الأعمال في المنظمة ما بين جميع الإدارات والأقسام لتحقيق بالتأكيد النتائج التي ترغب المنظمة بتحقيقها لدينا أنواع التنظيم التنظيم كما ذكرنا أنواع هناك نوعان من التنظيم هو التنظيم الرسمي والتنظيم الغير رسمي وسنتحدث عن هذين النوعين أولا التنظيم الرسمي التنظيم الرسمي هو الشكل الذي يحدد العلاقات والمستويات الإدارية للأعمال التي يقوم بها الأفراد وتوزيع المسؤوليات والواجبات بطريقة تسمح بأداء المهام أو الوظائف لكل وحدة إدارية أو شخص في المنظمة كذلك هذا النوع التنظيم يفسح عنه بطريقة رسمية وتمثل في الخريطة التنظيمية إذن من الإسم تنظيم رسمي بمعنى أنه يصدر من الجهة الجهة هي من تنظم علاقة فلان بفلان علاقة الموظف بمرؤوسه من هو مسؤول مثلا وظيفة مدير الانتاج من هو من الوظائف التي أو من أشخاص الذين درجونه تحته مدير الانتاج من هو رئيسه وهكذا تحدد العلاقات الرسمية وتكون منشورة على شكل خريطة تنظيمية بحيث حينما تطلع الخريطة تعرف كل شخص من المسؤول عنه ومن هو مسؤول عنه أيضا لدينا نوع آخر وهو التنظيم الغير رسمي وهو بالتأكيد مع العلاقات مع الدوافع والاحتياجات المشتركة التي تكون بين العاملين وبالتالي فإن قد يولد هناك علاقات غير رسمية أو تنظيم غير رسمي بمعنى سيكون هناك علاقات بين الموظفين وبالتالي هذا ما يسمى التنظيم الغير رسمي هذا التنظيم لا يتم الفصاح عنه مثلا في طريقة رسمية وبالتأكيد لا يمكن أن نحصره في المنظمات لأن البشر حينما يختلطوا مع بعض المنظفين فيما بينهم بالتأكيد سيكون لديهم اهتمامات ما يتعلق في ميول ما يتعلق في اهتمامات ما يتعلق في أفكار وبالتالي يصبح لديهم تنظيم غير رسمي وهذا أيضا من التنظيمات الموجودة في المنظمات كيف يكون التنظيم الغير رسمي كما ذكرنا مع العلاقات الشخصية تنشأ تستمع بين العاملين بسبب وجودهم في مكان واحد للعمل واشتراكهم في هداف ومشاكل قد يتعرضون لمشكلة مشتركة وبالتالي هذه المشكلة تجمع هؤلاء الأشخاص وقد يظهر هذا التنظيم نتيجة علاقة اختيارية أو تلقائية بين أفراد الفات لم يكن باختيار زمنائي وإنما مع التوظيف أصبح لديه زمن من عمل وبعد ذلك أصبح مثل أصدقاء وأصبح هناك تقارب وتوافق على نواحي مشتركة أو اهتمامات مشتركة وبالتالي مع العمل لفترة طويلة أصبح هناك علاقة وهذا ما تسمى العلاقات أو التنظيم الغير رسمي مبادئ التنظيم التنظيم يقوم على مجموعة من التوجيهات ومبادئ التي يتم الاسترشاد بها عند تصميم هيكل تنظيمي للمنشأة وأيضا مهام كل وحدة إدارية في هذا الهيكل بغرض أداء العمل إداري كما ذكرنا كل أهدافنا من أي عنصر إداري أو من أي وظيف إدارية هو الوصول إلى كفاءة عالية وأقل تكلفة إذا أردت أن تصمم هيكل تنظيمي لابد أن تسير رفق هذه المبادئ أولا مبدأ الهدف لابد أن يكون هناك هدف موحد للجميع وبعد ذلك يتحول من هدف رئيسي إلى هدف فرعية يتم تحقيقها من خلال العمل ولابد أن يكون أهداف واضحة ويكون الهدف المشترك واضح للجميع كذلك مبدأ الوظيفة لا بد أن يكون هناك لكل شخص وظيفة ومهمة مسردنا وبالتالي يكون هناك مساءلة على أعماله ومسؤوليات وبالتالي لا بد في التنظيم أن نوضح الهدف ونوضح أيضا الوظيفة من كل شخص كذلك مبدأ التخصص يكون هناك إسناد الوظائف لأشخاص المتخصصين وقد يكون هناك أيضا تقسيم للعمل بحيث يكون هناك عملية تدوير إذا أرادت المنظمة كذلك مبدأ وحدة القيادة لا بد للمنظف أن يكون له مسؤول واحد ولا يكون هناك أكثر مسؤول لكي لا يكون هناك تصادم وازدواجية وعشوائية في القرارات إذن مبدأ وحدة القيادة المنظمة يقودها شخص واحد الأقسام يقودها شخص واحد لكي يكون هناك تسلسل في العمل وأيضا انسياب وتناسق في العمل نطاق الإشراف لابد أن يحدد لكل شخص الأشخاص المشرفين الذين يشرف عليهم لابد أن يحدد لكل مثلا مراقب أو مشرف النطاق الذي يشرف عليه مثلا خمسة موظفين عشرة موظفين ويحدد بشكل مواضح له لكي يكون هناك متابعة وبالتالي يكون مسؤولية هذا الشخص إشراف على هؤلاء الموظفين والتأكد أنهم يؤدون العمل كما هو مخطط له كذلك مبدأ تكافؤ السلطة والمسؤولية لا يعطى شخص أكثر من مسؤولياته وأيضا ليس لديه صلاحيات وبالتالي لابد أن توازن الصلاحيات بالمسؤوليات بمعنى حينما يعطى مسؤولية لابد أن يعطى سلطة بقدر هذه المسؤولية كذلك مبدأ التفويض يكون هناك تفويض للموظفين بمعنى إذا مثلا هناك عمل نستطيع أن نفوض إلى شخص آخر يقوم بإنجازه وفق مرئيات معينة وفق شروط معينة ويكون التفويض هو بالتأكيد من الصفات التي تجعل منظمة مرنة ومواكبة التغيرات كذلك مبدأ المركزية واللا مركزية وهو في اتخاذ القرار هناك بعض القرارات تكون مركزية من خلال الإدارة العلية هناك القرارات المصيرية وهناك قرارات تكون لا مركزية بحيث يعطى الموظف صلاحيات يستطيع أن يقوم بها وبالتالي يستطيع أن ينجز أعماله فالمركزية تتخذ في بعض القرارات وكذلك اللا مركزية تتخذ في بعض المهام والقرارات مبدأ التنسيق لا بد أن يكون هناك تنسيق بين جميع الوحدات بين جميع الوظائف لكي نصل إلى الهدف المنشود فبالتنسيق نستطيع الوصول إلى تحقيق أهداف المنظمة كذلك مبدأ المرونة لا بد أن يكون هذا الهيكل مرن بحيث يواكب التغيرات إذا تعرض مثلا منظمة في سوق الماء تعرض هذا السوق إلى مشاكل تعرض إلى مخاطر لا بد أن يكون هناك مرونة لمواكبة هذه التغيرات إذن إذا أرادت المنظمة أن تنجي هيك تنظيمي لا بد أن يسير وفق هذه المبادئ بدءا مبدأ الهدف هدف موحد وظيفة لكل شخص يكون هناك تخصص وتقسيم للعمل يكون هناك وحدة للقيادة لا يكون أكثر من قائد في آن واحد أيضا مبدأ نطاق للإشراف لا بد أن يحدد الإشراف بمعنى كل شخص يعرف كل مشرف يعرف من الذي سيكون مسؤول عنهم كذلك تكافؤ السلطة مع المسؤولية حينما تعطى للشخص مثلا مسؤوليات قوية لا بد أن يعطى لديه أيضا سلطة بحيث يستطيع إنجاز هذه المسؤوليات كذلك التفويض في حال غياب مثلا الرئيس في حال مدى نحتاج العمل إلى أكثر من شخص نستطيع أن نفوض وبالتالي ننجز الأعمال بشكل أكبر ولا يكون احتكار مثلا العمل لشخص واحد في حال غيابه انتهى العمل وأيضا اللامركزية ومركزية هناك قرارات تكون مركزية وهناك قرارات تكون لامركزية وذلك الأمر عائد إلى المنظمة وبالتأكيد المركزية تكون في القرارات الاستراتيجية والبعيدة والقرارات اليومية والأشياء الروتينية تكون لامركزية التنسيق يكونك تنسيق بين جميع المهام والوظائف الموظفين وأيضا المرونة تكون مرنة بحيث تواكب جميع التغيرات خصائص التنظيم الجيد هناك تنظيم جيد ولديه خصائص يمكن أن نحكم على هذا التنظيم أو جود التنظيم أنه تنظيم جيد أم لا من خلال خصائص عدة أولا وجود معيار لقياس الأداء وتحديد اتجاه من الناحية الإيجابية والسلبية يوضع معيار لكل أداء يتم في المنظمة وهذا المعيار نستطيع من خلاله قياس هذا الأداء هل هو في الناحية الإيجابية هل حقق الهدف بشكل مميز أم بنسبة أقل وبالتالي هذا المعيار نستطيع من خلاله معرفة هل التنظيم جيد أم لا بوجود هذا المعيار نستطيع أن نقول أن التنظيم جيد أم لا كذلك تفعيل وتنمية منهج الرقابة الذاتية أو التلقائية بمعنى يكون هناك رقابة تلقائية للأعمال ويكون العمل منظم بشكل تلقائي بحيث يكون الرقابة واضحة وتعود أو تغذية الراجعة تعود للموظف تعود للعامل أو المشرف بشكل مباشر وتلقائي وهذا بمعنى أن التنظيم فعلا تنظيم جيد كذلك التنسيق بين أعمال أو كافة أعمال الوحدات دارية إذا كان هناك تنسيق وتنسيق كبير بين مثلا وحدة التسويق وحدة المبيعات وحدة الإنتاج إذن إذا كان هذا التنسيق بدرجة عالية نستطيع أن نقول التنظيم الجيد قد نلاحظ بعض المنظمات كل وحدة إدارية تبدأ في وضع سياسة أو وضع مثلا قرارات تكون مثلا متناقضة أو متضاربة مع مثلا وحدة أخرى إذن هذا يدل على أن التنظيم غير جيد لذلك التنظيم الجيد يكون هناك تناسق وانسجام وتناغم بين جميع الوحدات أيضا التنظيم الجيد دائما ما يسعى إلى تخفيض التكاليف المنظمات بكافة أنواعها سواء حكومية خاصة تسعى إلى تقليل التكاليف سواء تكاليف مادية تكاليف التوظيف تكاليف المواد الخام لذلك التنظيم الجيد هو التنظيم الذي يحرص على تخفيض التكاليف والوصول إلى الأهداف بأقل تكلفة ممكنة التصميم التنظيم لمنشآت المراد بالتصميم التنظيم لمنشآت هو العملية التي يتم بموجبة تحديد الوحدات الرئيسية للمنشآة والمهام المتعلقة بها بما يؤدي إلى تحقيق أهداف المنشآة المنظمات تقوم بتصميم تنظيمي لكي تصل إلى أهدافها بأفضل طريقة ممكنة وبأقل تكلفة ممكنة مكوناته يتكون من هيكل تنظيمي يتكون من خريطة تنظيمية يتكون من دليل تنظيمي هذا التصميم التنظيمي لا بد أن يتكون من ثلاثة أمور ما هو الهيكل التنظيمي؟ الهيكل التنظيمي كما نشاهد في المنظمات هو البناء الرسمي الذي يربط جميع المهام الأفراد والوحدات في المنظمة بما يعمل حقيق أهدافها هو ينظم العلاقات وينظم الاتجاهات بين المنظفين ووظائفهم وكذلك بين المسؤولين إذا أردت أو أراد الشخص أن يصمم هيكل تنظيمي لا بد أن يمر بخطوات سبع خطوات أولا هذه الخطوات أولا تحليل أهداف المنظمة بغرض تحديد الأنشطة الرئيسية لا بد أن نعرف هدف المنظمة ما الذي تريد منظمة لكي نضع عن الأنشطة الرئيسية بدون معرفة الهدف لا نستطيع أن نضم إذن أول خطوة لابد أن نضع الهدف ونحلل هذه الهدف بعد ذلك نحلل الأنشطة الرئيسية إلى أنشطة فرعية إذن بعد أن نضع الهدف ونحللها نحول هذه الهدف إلى أنشطة رئيسة أو رئيسية بعد ذلك تقسم إلى أنشطة فرعية لكي يتم إنجازها وفق مراحل معين كذلك نحدد أنشطة مساندة للأنشطة فرعية هناك مثلا مهمتنا البيع بعد ذلك نقسم هذه إلى مثلا الترويج إلى التسويق وبالتالي قسمناها إلى أنشطة فرعية بعد ذلك نقسم هذه الأنشطة إلى أنشطة مساندة لكي تساند كل قسم من هذه الأقسام كذلك يتم تجميع الأنشطة وتكوين وحدات نكون وحدات دارية لكل نشاط بحيث يسهل عملية إدارته وبالتالي نصب إلى الهدف المنشود وهو التناسق بين جميع الأنشطة أيضا نصف المهام الأساسية للوحدة دارية لابد كل وحدة دارية نضع لها مهام أساسية بحيث لا تتجاوز هذه المهام وبالتالي قد تتضارب مع جهات أخرى لابد أن نحدد لها المهام الأساسية المطلوبة منها لكي يتم في النهاية أيضا محاسبتها وأيضا متابعتها والتأكد من إنجازها كذلك تحديد طبيعة عمل وحدات وارتباطاتها التنظيمية كيف تعمل وما هي طرق العمل بالتأكيد العمال قد تنجز بأكثر من طريقة لذلك هنا في الخطوة السادس نحدد كيف تنجز الأعمال وما هي الجودة المرغوبة من هذه الإدارة أو هذه الوحدة دارية كذلك بعد أن نقوم بهذه الخطوات كلها نستطيع الآن أن نعد الهيكل التنظيمي الذي يوضح مثلا وضح المنظمة وأهدافها وأيضا بالتأكيد العلاقات بين الموظف وأيضا الوحدات اليدارية إذن هناك طرق لتجميع الهيكل التنظيمي وبالتأكيد يعتمد على عدة معايير أولا على أساس الوظيفة بالنسبة للوظيفة يكون الرئيس ويندرج تحته مثلا مساعدين لكل قسم على أساس الوظيفة هنا لدينا رئيس الأبحاث رئيس التصنيع رئيس التسويق كل يرتبط في عمله مثلا التصنيع يكون مسؤول عن تصنيع من البداية إلى النهاية من توفير المواد من الانتاج إلى آخرية التسويق يكون مثلا عن تسويق منتجات ترويجة إلى آخرية كذلك لدينا نوع آخر تنظيم على أساس نوع المستفيد لدينا قد يكون هناك مستفيد في المشاريع حكومية المشاريع الخاصة، المشاريع الأفراد، الشركات وبالتالي يكون هذا التقسيم على بناء على نوع المستفيد وكل منظمة تختار بالنسبة لها الهيكل الذي يناسبه كذلك لدينا على أساس الموقع الجهورافي لدينا رئيس وثم مدير مثلا فرع جدة فرع الدمام فرع عبها إذا كان لدى الشركة مثلا فروع ويتم التقسيم بناء على هذه التنظيمات كذلك لدينا إذا كان الشركة لديه أكثر من نشاط مثلا أو إنتاج مثلا إنتاج الحليب رئيس إنتاج العصائر رئيس إنتاج الأجبان وبالتالي يكون كل شخص مسؤول عن الأقسام التي تسند إليه إذن إذا كانت شركة كبيرة وبالتالي لابد أن يكون هناك تقسيم واضح لكي يتم إنجاز العمل بشكل يجعل العمل أكثر تمييز مكونات أو مكون الثاني وهو الخريطة التنظيمية الخريطة التنظيمية هي الصورة أو مخطط لهيكل منظمة تبين كذلك الوحدات الإدارية التي تكون منها منظمة والوظائف الموجودة فيها وأيضا خطوط السلطة والمسؤولية التي تربط بين أجزائها هناك قد يكون الشخص مسؤول عن أكثر من قسم قد يكون مسؤول عن قسم معدد وبالتالي فالخريطة التنظيمية توضح ذلك أهداف الخريطة التنظيمية أولا تعطي صورة كاملة عن الهيكل التنظيمي وللمنشأة كما يعطي الهيكل العظمي هو صورة الجسم كذلك الهيكل التنظيمي يعطي صورة عن المنظمة كذلك بيانة كيفية التي يتم تقسيم العمل بها وبالتالي بين الأفراد والوحدات كذلك توضيح المستويات الإدارية هناك مستوى الإدارة الوسطى العليا التنفيذية الخريطة التنظيمية يتوضح ذلك كذلك يعطي صورة واضحة نطاق لشراف كل موظف يعرف من الذي سيكون مشرف عليهم ومن الموظفين الذين يندرجون تحت مسؤوليته كذلك هناك أشكال لخريطة التنظيمية كما هو الحال في أشكال مثلا الهيكل التنظيمي كذلك الخريطة التنظيمية لها أشكال ما يتعلق مثلا التقليدية الرأسية والعمودية هذا هو الشكل مدير ثم يندرج تحت مساعد المدير ومساعد المدير آخر وبعد مدراء الأقسام إلى آخره هذا ما يسمى الرأسية العمودية كذلك الأفقية لدينا تكون في الأفق على شكل أفقي بمعنى مدير ثم يندرج في الجهة الأخرى المساعد وبعد ذلك المدراء أيضا لدينا نوع آخر وهو الدائرية ويكون بهذا الشكل ولكل منظمة كما ذكرنا إجراء ونشاط وبالتالي تختلف اختياراتهم في الهيكل والخريطة التنظيمية نأتي إلى المكونة الثالث وهو الدليل التنظيمي والدليل هو وثيقة تتضمن معلومات تفصيلية تشمل أهداف المنظمة ونشاطها ومسميات وأهداف وارتباطات مهام الوحدة الإدارية بما فيها الخرائع التنظيمية والدليل التنظيمي إذن هو دليل يحتوي على جميع التفاصيل ذكرناها من خريطة ودليل تنظيمي وبالتالي يوضح جميع الأقسام والمهار أهدافه يمثل وثيقة رسمية ومرجع عن التنظيم إذا يحتاج الموظف أو يحتاج الإداري الرجوع إلى دليل منظمة يستطيع الرجوع للدليل التنظيمي كذلك يمكن من خلالها الرجوع إلى الخريطة التنظيمية إذا أراد شخص معرفة خريطة منظمة يفتح هذا الدليل التنظيمي ويجد هذه الخريطة وبالتأكيد حينما يأتي زائر المنظمة حينما يكون لديه الدليل يستطيع تعرف على منظمة وخططها وأيضا أهدافها كذلك يستطيع أن يعرف خطوط السلطة من المسؤول عن مثلا الجهات المعينة وبالتالي يستطيع التواصل معهم وتسهيل الإجراءات التواصل كذلك معالجة إشكالية التداخل والازدواجية بين أحداث الدارية حينما يكون لدينا دليل نستطيع أن نوحد جميع الإجراءات وبالتالي يتضح لنا جميع القرارات يتضح لنا جميع السلطات وبالتالي لا يكون هناك إزدواجية وتداخل في الأعمال إلى هنا عزيزي الطالب نكون أنهينا درسنا لهذا اليوم شكرا لكم لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته